انا الدكتور سامح عرب استاذ متفارق امراض القلب في كليل طب اسكندرية والتخصص الدقيق بتاعي هو الامراض الخلقية وقلب الاطفال يمكن المسج اللي نحب نقولها في الامراض الخلقية نسبة انتشرها يعني احنا مش هزين يخوف الناس لكن نسبة انتشرها مش عالية لكن لما بتتواجد في بعض الامراض الخلقية بتسبب مشاكل كبيرة جدا علاجها بيبقى صعب مكلف وفي بعضها طبعا بيبقى حاجات بسيطة فدائما نحن بقوله الوقاية خير من العلاج او الاكتشاف المبكر احسن طريقة لما بيكون في اي شواهد او اي احتمالات لوجود مرض خلقي في قلب الطفل كل ما حنكتشفه من بدري حنقدر نتعامل معاه بصورة افضل بكتير جدا كمثال مثلا لو في الاب والام ارايف زواجة اقارب ده احتمالات وجود طفل عنده مرض خلقي الاحتمال ده بيبقى وارد وامسالة كتير لحاجات كتير لكن اللي اهم من كده ان النهاردة الدنيا ضغير تبقيتش زي زمان كل كل سيادة حامل النهاردة بتروح الدكتور امراض النسا والكاشف امراض النسا النهاردة وقى خلاص بالسونار او الالتراساوند جهاز الموجودة الصوتية لو طبيب النسا ابتدى يلاحظ ان في حاجة في الجنين في مشكلة عند الجنين ففيه تخصص جديد دلوقتي يبتدى يظهر في السنوات الاخيرة عندنا في مصر هو موجود في العالم من بره فترة اطول شوية اللي هو قلب الجنين بنقدر ان احنا نشخص المرض في الجنين قبل ما بيتولد لو كان حاجات من الحاجات البسيطة مثلا عدم انتظام في ضربات القلب او اي حاجة كدهوت ده ممكن العلاج بتاعه بيكون اثناء الحامل قبل الولادة لو كان حاجة اكبر من كدهوت في الامراض المعقدة او المركبة في الخارج بينصح بانهاء الحامل او الاجهاض يمكن عندنا في بلدنا دي مشكلة شوية فيها لكن على الاقل بيبقى عندي استعداد ان انا اقدر اتعامل مع الطفل من البداية من قبلها ابقى عارف ايه المشكلة اللي فيها بعد كدهوت بالنسبة لامراض الخلقية امراض الخلقية برضو يعني هي مش لازم تكون في الاطفال لان ممكن قوي ان بعض الامراض الخلقية بتكون بسيطة شوية وممكن جدا ان طفل بيكبر وبيوصل لسن البلوغ وبنشوفها في الكبار فمش معنى ان يكون عندي مرض خلقي ان هو حيكون موجود في الاطفال بس النهاردة ما بقتش زي زمان برضو ان اي مشكلة في القلب لازم تروح للجراح لأ النهاردة احنا بالقسطرة بنقدر نقفل صخب لو في صخب في القلب بنقفل بالقسطرة لو في قناش قناش شوريانية دي من الحاجات البسيطة جدا اللي بنقدر نتعامل معاها النهاردة بنلجأش للجراحة الا لو كانت القناش حجمها كبير قوي بنقدر عن طريق جهاز بنزرعه من بالقسطرة بنزرعه في القلب ونسدها والمريض بيروح تاني يوم مفيش اي مشكلة ولا عملت فتح للقلب ولا نقل دم ولا عناية مركزة ولا اي حاجة من كلام ده قام في المستشفى في المدة يوم واحد والمشكلة بتبقى اتحلت اللي هو ده اللي بنسميه العلاج التدخلي او العلاج بالقسطرة وده يعني الاتجاه في السنوات الاخيرة في الطب القلب بواجه عام مش في الامراض القلقية بس يمكن رسالة اخيرة احب اقولها كده للناس بالنسبة لامراض الصمامات امراض الصمامات روماتيزم القلب يعني ده بيظهر في الاطفال بيبدأ في سن تقريبا خمس سنين بتقريب ممكن قلب قبل كده بشوية وممكن بعد كده بشوية بيبدأ عن طريق التهابات الحلق واللوز لما تكون متكررة النصيحة اللي بننصحها للناس لما يكون الطفل عنده التهابات لللوز متكررة مش مرة او مرتين لا يعني كل اطفال طبعا بيجي لها التهاب اللوز لكن لو كانت متكررة من الناحيتين فيها خراق حاجة بالمنظر دوت هنا ينصح بان اللوز تتشال ما بنسبهاش لانها صحيح اه ممكن تأثر صحيح على جهاز المناعة في الجسم لكن انا بحمي القلب عشان محتاجش بعد كده ان انا اعمل جراحة في السن اللي قدام بعد كده اغير صمام او اوسع صمام او اي حاجة ويعني اخر حاجة عايز اقولها للناس كده هو يعني الطب تقدم كتير جدا وفي مصر عندنا المستوى الحمد لله كويس قوي معظم الحاجات دلوقتي بنقدر نتعامل معها بصورة كويسة وزي الخارج تماما شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة